ايه اللي يجب ان يدفعه الزوج لزوجته شهريا ايه ده هو انا كمان حتجوز منا لسه دافع ولسه كاعد دم قلبه وعمل شقة وجايب عبشة وعمل فرح والكلام ده هي لها نفقة كل شهر بصهم تعالوا نتكلم في موضوع النفقة الاول وبعدين تعالوا نشوف ايه هو ده من الاحسان ولا من الفرض ولا من الفضل طيب شوفوا معي لينفق كل ذو ساعة من ساعتي يعني الزوج ينفق الزوج على زوجته وعلى ولده الصغير على قدر ايه على قدر الساعة بتاعته حتى يوسع عليهم طيب ان كان مساعا عليه لو كان هو فعلا قادر على كده طب من كان فقيرا فعليه بقدر ما هو معه فتقدر النفقة بحسب الايه بحسب الحالة انا بديكم نص فتوى الشيخ صالح المنجد قال الواجب على الزوج ان ينفق على زوجته بالمعروف وعاشرهن بالمعروف فده معروف لا ده ده فرض اللي هو ايه المسكن المطعم المشرب الملبس وده اجماعا بجمهور العلماء يشمل العلاج والدواء على الارجح لاني في رأي الجمهور العلماء هنشرحه في الاخر طيب المسكن ايه ده لن على كده قال تعالى اسكنوهن من حيث وسكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن طيب لو كان في الامر ده في المطلقة فما باب اولى طبعا الايه المتزوجة واللي لسه على زمتك طب المطعم والمشرب والكسوة الله عز وجل قال وعلى المولود له رزفهن وكسوتهن بالمعروف في حديث عن معاوية الكشارية قال قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة احدنا علي ايه حق الزوجة بتاعتي علي قال ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسايت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت فاذا قام الزوج بذلك فقد قدى ما عليه هنا بقى رأي جمهور العالماء قال ولا يلزمه ما وراء ذلك من الكماليات او اعطاء مصروف للزوجة بس انا هقف هنا وقفة الا ان تطيب بها نفسه تمام كده طب ينبغي ان يعلم الزوج بصو بقى فضل التوسعة على العيال برضو احنا لسه في نص فتوى الشيخ صالح واكرام الاهل ان هو ازاي يكرم اهله وان ما ينفقه على زوجته يساب ويؤجر عليه ان الهدية اللي بتجلب المحبة وتزيد المواد ده ما بين الزوجين ان كان طبعا مال فلا ينبغي ان يمتنع اذا كان هو قادر على كده وخصوصا لو كانش هي لها مصدر تاني اخر للمال دي يتجز طيب عن ابي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انفق الرجل على اهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة حديث تاني عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه ان رسول صلى الله عليه وسلم قال وانك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها حتى ما تجعل في فيه امرأتك يعني في فم زوجتك روى مسلم وغيره عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث مرفوع للنبي مباشرة افضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله ودينار ينفقه على دبته في سبيل الله ودينار ينفقه على اصحابه في سبيل الله اول حاجة كنت على ايه على عياله طيب الخلاف فين بقى الخلاف في موضوع التداول يبقى احنا الاول اقاف هنا وقف قبل مشرح احنا قلنا الاول ان هو لها نفقة المأكل والملبس والمشرب والمسكن تمام هو ادم ويوسى عليها من باب الفضل طيب موضوع الدواء موضوع الدواء يعني كان فيه رأي للشافعية وابن حنبل وجمهور العلماء قالوا ليس مطالب به الزجن هو يدفع لها تمن العلاج طبعا انا اختلف كلا وجزئية وهقول لكم رأي مين اللي انا بستند اليه تعالوا نشرح معنا وعاشرهن بالمعروف ان يستمتع بها وقت صحتها ويتركها وقت المرض ده منش من المعروف ده مش من المعروف ابدا طيب اعمل ايه المعروف المعروف ان انا يعني حال الناس زمان كانوا حتى رأي دكتور وهبة كان بيقول الناس زمان كانت يا جماعة بتأكل الحاجات الصحية ما كانش بتاعيا لكن دلوقتي الدواء والعلاج زي وزي الاكل والشرب بالزبط فهو بيقول ان انا اعترض على رأي دوت وهو يميل الى الرأي ان هي فعلا دلوقتي واجب ان هو يعني ان هو يصرف عليها في علاجها مش معقولها كلها لحم وارماية عظم يعني ده مش من اشتركوا في القناة